هذا التنظيم الآن في المنطقة العربية سقط وين الآن يتواجد؟ يتواجد مع عداء العرب علاقات استراتيجية مع من؟ مع أردوغان مع النظام الملالي ويتواجد في الغرب يعرض خدمات لبعض الأجهزة طيب ومراكز الأبحاث والدراسات طيب لاستهداف المنطقة العربية ولهذا يعني أعود وأكد أن هؤلاء مشروعهم مشروع أن يضعوا أيديهم في أيدي كل واحد كل عدو وكل متآمر على العرب من الخليج إلى المحيط هذا ديدنهم طيب نعم الآن هم يعيشون الانتخابات الأمريكية بحلم يعني مع الديمقراطيين بس في النهاية أمريكا دولة فيها مؤسسات طيب وفيه مصالح لأمريكا وفيه حسابات طيب فالشاهد اللي أنا أريد أقوله عنده يعني رسالة شكر وتقدير للأخ خالد ومسؤولية علينا أيضا أننا نحن نجعل الجميع يعرف حقيقة هؤلاء يعني الأخ خالد ذكر ذكر كم واحد بالناس اللي يعتبرون نفسهم قيادات ورموز وووو قال فيديواتكم موجودة وتسديلاتكم موجودة قريبا وانتظروا طيب أنا أعتقد مهم جدا كل ما اطلع تسديل عن واحد ننشره في كل مكان هؤلاء اللي أرادوا أن يظهروا أمام العالم أمام العرب قيادات وطنية قيادات مسؤولة قيادات يهم الشأن العام خلوا الجميع الصغير الكبير يعرف أن هؤلاء مرتزقة أنهم عملاء طيب أنهم تواطئوا مع كل عدو لأوطانهم أنهم خونه خلوا سمت أنهم خونوا علماء دمغة ترتسم بهم أينما كانوا وينما يشوفوا واحد في الشارع يقول هذا الخائن هذا العميل هذا المتآمر طيب وأينما ظهروا على أي موقع التواصل الاجتماعي أو منصات إعلامية يجدون كل أحد يرد عليهم الصغير والكبير اللي يعرفهم واللي ما يعرفهم أول ما يشاهد صورة مبارك الدولة يقول هذا الخائن هذا من خان الوطن الكويت ترجمة نانسي قنقر